الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليًا ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة صدق الله العلي العظيم التسميات والشعارات في أيام ذكرى مولد النبي الأطهر النور الأزهر أشرف الخلائق وأفضل الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله اجتمعت له قدرات الكون كلها من الخوارق من المعاجز بالإضافة بالإضافة إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله حاز على قدرة ما حاز على مثلها أحد قبله وهي قدرة هذه تعتبر ضمن القدرة أن إرادته كانت هي الألة التامة لأي شيء في هذا الكون يعني كان إذا يريد أن يحقق أي شيء في هذا الكون كان يتمكن أن يحققه بإرادة مجردة الله صلى الله عليه وآله وآله مع هذه القدرات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا أنه في القضايا كان يمشي مشية طبيعية في هذا المعترك الصعب في الحياة كان يسير بصورة عادية مع ملاحظات ذلك الظرف الصعب جدا ذاك الظرف المليء بالجهل ذاك الظرف المليء بالظلمات ظلمة ظلمة الجهل ظلمة الظلم ظلمة القسوة ظلمة العصبية ظلمة الكفر اجتمعت الظلمات بأشد درجاتها في ذلك العصر وفي تلك البقعة التي كان يسكن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله مع هذا الواضع كيف تمكن رسول الله صلى الله عليه وآله لا بقدراته التي كان يملكها إنما مشة طبيعية كيف تمكن أن يسير هذا الدين الإنسان يقول كلمة الكلمة سهلة تحقيق بعض الأشياء صعب تحقيق بعض الأشياء غير ممكن الذي نقوله النبي صلى الله عليه والتعب نحن نقول نتكلم التعب كان عليه هو حقق الذي نقوله والذي ندركه وهو كلمة من ملايين الكلمات وهو قطر من بحر النبي صلى الله عليه وآله استخدم جميع القدرات الطبيعية المؤثرات العادية التي هي متاحة لكل الناس استخدم هذه الأشياء في تسيير في تأسيس أولا ثم تسيير دين الله سبحانه وتعالى من جملة الأمور المؤثرة التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وآله هي التسميات والشعارات هذه هذه أمور مع تطور البشر مع تقدم البشر في فهم سبل الحياة لا زالت ليست بالدرجة التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله جعل أسماء حتى للأمور العادية جعل أسماء فرسه كان لها اسم عصاه كان لها اسم عمامته كان لها اسم يعني حتى الأمور العادية جعل لها أسماء التسميات بين قوسين النبي صلى الله عليه وآله كان له عمائم عديدة بألوان مختلفة أمامته المفضلة كانت عمامة سوداء واسمها السحاب وهذه العمامة في يوم الغدير عمم أخاه أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله ما بها الله صلى الله عليه وآله حتى في مصادر العامة ورد أنه بعد يوم الغدير أحيانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يدخل إلى المسجد فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقولون دخل علي بالسحاب أو في السحاب في السحاب يعني هو متعمم بعمامة التي اسمها السحاب العمامة السوداء لرسول الله صلى الله عليه وآله العمامة المفضلة للنبي صلى الله عليه وآله جعل أسماء موضوع التسميات الآن لسنا بصدده هذا موضوع شيق جدا ومفيد أيضا الآن لسنا بصدد التسميات أولا التسميات جعل لأشياء كثيرة أسماء ثانيا وحديثنا عن هذا الشعارات الشعارات اختيار الشعارات بداية إظهار النبي صلى الله عليه وآله لرسالته كانت بشعار قولوا لا إله إلا الله تفلحوا هذه الكلمة رددها رسول الله صلى الله عليه وآله مرات ومرات ومرات حتى أصبحت شعارا شعار هذا وبعد ذلك صنع شعارات بالعشرات والمئات هذه الشعارات لها تأثير تربوي لها تأثير وهذا عجيب لها تأثير تثقيفي لها تأثير إعلامي طبعا الشعارات كانت واليوم تطورت أكثر الشعارات بين أن تكون لفظية أو تصويرية هناك شعارات لفظية هناك شعارات تصويرية الشعارات التصويرية اليوم كثرت بكثرة الوسائل المرتبطة بالصور بالتصوير أدعو إلى سبيل ربك أمر من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله أدعو إلى سبيل ربك أولا بالحكمة الحكمة الحكمة يعني ماذا اليوم الشركات تهتم بالشعارات اهتماما بالغا في سبيل تمشية بضائعها في سبيل تمشية تجاراتها بعض الشركات تصرف ملايين ملايين ما هي تصرف مئات الملايين من الأموال لاختيار شعار والترويج لذلك الشعار مئات الملايين تصرف في الترويج لشعار شعار جدا مهم لا علينا بما يصنعه أهل الدنيا بدنياهم علينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر النبي صلى الله عليه هو ليصنع شعارات الشعارات الدينية سواء الشعارات اللفظية أو الشعارات التصويرية الحديث عن الشعارات الدينية حديث ذو أبعاد نقف عنده ثلاث نقاط سريعة فقط كإشارات النقطة الأولى إن لم تصنع أنت فسيصنع غيرك ويغزوك قانون عام أنت لا تصنع شعارات غيرك يصنع شعارات ويغزوك أيضا في عقدارك إحدى الوسائل النافذة القوية لسيطرة الإعلام العالمي على بلادنا للغزو الثقافي لبلادنا أشعارات أجلس أجلس مع ابنك الشاب مع ابنتك الشاب مع أطفالك ساعة واحدة أجلس ساعتين تجد تجد تأثر هذا الجيل بالشعارات التي أطلقها الإعلام العالمي كثير منها شعارات فاسدة أو فاسدة ومفسدة شعارات بعضها ليست سيئة ولكن لا فائدة فيها إجمالا الإعلام العالمي كيف تمكن أن يغزو بلادنا ثقافيا فكريا إحدى الوسائل الشعارات أنت ما صنعت شعارات كافية هو صنع شعارات لفظية انظر أطفالنا أبناؤنا شبابنا أبناؤنا وبناتنا ما الذي يقولون وعم ماذا يتحدثون ما الذي يفعلون شعارات لفظية شعارات تصويرية كم تأثر ما السبب أنت ما صنعت شعارا هو صنع شعار وروج له عندما تخلي الساحة نحن كمؤمنين كجهة إيمانية لا أقول نحن كأشخاص لا أمو المؤمنين في البلاد في شتى البلاد عندما نخلي ساحة هو يملأ هذه الساحة بشيء آخر النقطة الأولى عندما تترك هذه الساحة غيرك يملأ هذه الساحة بما يريد أقل شيء فيما يصنعون أقل شيء أنهم يسيطرون أنهم يغزون ثقافيا وفكريا ثانيا النقطة الثانية الشعار الجيد سواء كان لفظيا أو تصويريا يلزم أن تتوفر فيهم واصفات أحيانا نصنع شعارات ولكن شعارات لا تتوفر فيهم مواصفات الشعار الجيد يلزم أن تتوفر فيه مواصفات ثم بعد ذلك كيفية تسويق هذا الشعار قبل سنوات خطر ببالي أنه الأشياء العادية الأشياء الهامة القضايا العادية القضايا الهامة الإعلام الغربي يصنع شعارات لها نحن قضايانا الهامة لا نصنع لها شعارات فخطر ببالي أن نصنع شعارا لعيد الغدير عيد الغدير هو العيد الأكبر لله أعظم الأعياد أفضل الأعياد أكرم الأعياد على الله سبحانه وتعالى الغدير عيد الغدير ليس له شعار تصويري استشارت أنا لست من أهل خبرة هذا الفن استشارت مجموعة من الأخوة في مجال التصميم بعض المؤمنين أطلق مسابقة في هذا المجال المؤمنين في شتى البلاد أن من يتمكن أن يأتي بشعار مناسب جيد له جائزة معين بعض الأخوة سعوا مساعي أخرى مساعيهم كانت مشكورة بالفعل تمكنوا من حيث المجموع أقول أن يأتوا ببعض الشعارات لطيفة الجميلة الشعار يلزم أن تتوفر فيه مواصفات من جملة المواصفات يلزم أن يكون الشعار إذا أردت أن تسوق شعارا معينا تسويقا كبيرا يلزم أن يكون الشعار سهلا يلزم أن يكون الشعار معبرا يلزم أن يكون الشعار ذا مضمون بعض الشعارات شعارات في اليد أسهل تكون إجمالا مواصفات هذه الشعارات التي اقترحت بعضها كان لا بأس به ولكن ما كان يملأ هذا الشيء الذي كنا نرغب فيه إلى أن اقترح شعار وبالفعل رأينا هذا الشعار شعارا جيدا جدا وهذا الشعار هو هذا باطن الكف لا ظاهر الكف باطن الكف الأيمن لا الكف الأيسر مضموم الأصابع لا مفرق الأصابع وفي الخنصر خاتم هذه الصورة بالضبط أولا هذا شعار سهل تتوفر فيه مواصفات يعني إحدى المواصفات المهمة أن يكون الشعار سهلا شعارات الصعبة تسويقها صعبة ثانيا من ميزات هذا الشعار أن هذا الشعار شعار في يد الإنسان تعلمون الشعارات التي تكون في يد الإنسان أسرع تنتشر علامة الناصر لماذا أنتشر هذا الانتشار الكبير إحدى ميزات أنه في يد الإنسان كل إنسان يتمكن أن يظهر هذا الشعار متى ما يشاء هذا الشعار شعار في اليد متى ما أراد الشخص أن يظهر هذا الشعار فورا يصنع هكذا هذا شعار بالإضافة إلى المضمون الأصابع الخمسة إشارتنا إلى الخمسة الطيبين صلى الله عليه وعليهم الذين حضروا في الغدير قيمة الغدير أحدى ميزات الغدير أنه في يوم الغدير كان الخمسة الطيبة صلى الله عليه وعلى آله اللهم صلى على محمد الخاتم الخاتم هو أساسا من علامات المؤمن اتخذتم باليمين من علامات المؤمن كما في الرواية الشريف علامات المؤمن خمسة إحداها اتخذتم باليمين الخاتم هو أساسا شعر هو أساسا علامة علامة للمؤمن والإيمان والغدير التلازم بينهما لا يخف على أحد هذا شعار المؤمن والغدير بالإضافة إلى أنه الأصابع جعلت بأسماء الخمسة الطيبة صلى الله عليه البنصر للنبي صلى الله عليه وآله وهكذا للإمام سيد الشهداء الإبهام هذا الأصبع جعل لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ناهيك عن أنه في الغدير إحدى علامات الغدير احتفالاتنا بالغدير بيعة مع أمير المؤمنين البيعة تكون بباطن الكف الأيمن كيف تكون البيعة البيعة لا تكون بالكف الأيسر ولا تكون بظاهر الكف تكون بالباطن بعض المؤمنين الشعار كان شعارا جيدا الحق والإنصاف يعني شعارا جيد بعض المؤمنين روج لهذا الشعار بمناسبة الغدير ترويجا لا بأس به ليس بالمقدار المطلوب ولكن فبعد ذلك بعض المؤمنين جاءوا بأشياء أخرى أيضا أشياء لطيفة لا ارتباطة مهمة لها بهذا الشعار ولكن أشياء لطيفة من جملة الأشياء أحد المؤمنين قال أنه في الكف الأيمن إذا نظرت إلى الكف الأيمن هكذا مكتوب بهذه القطوط رقم ثمانية عشر عيد الغدير يوم الثامن عشر في الكف الأيسر لا إذا نظرت إليه هكذا تنظر رقم آخر واحدة ثمانين أما الكف الأيمن هذا من الأشياء لطيفة لا ارتباط له بأصل الشعار ولكن هذه أيضا من الأشياء اللطيفة إجمالا هذا شعار هذا الشعار وهو شعار جيد لعيد الغدير عيد مثل هذا العيد الكبير يحتاج إلى وجود شعار تصويري هذا الشعار أنتخب شعارا جيدا نأتي إلى المرحلة الثانية الشعار يلزم أن ينتخب بدقة أنتخب هذا الشعار بعد طبعا سنوات من العمل من قبل بعض المؤمنين أنتخب هذا الشعار بهذه المواصفات ترويج الشعار هذا الشعار أنتخب بدقة ترويجه هذا الشعار ترويجه ليس صعبا لأنه في يدك كم من المؤمنين يصورون أنفسهم يرسلون صور في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإعلام الكبير الفضائيات وأمثالها صور يظهر علامة معينة مثلا يظهر علامة الناصر مثلا كثير من المؤمنين في كثير من المناسبات الدينية أيضا يظهر هذا العلامة لا بس ولو أظهر هذا هؤلاء في مسيرة زيارة الأربعين هؤلاء الملايين الذين يذهبون هناك صور كثيرة جدا وقد رأيتم مقاطع فيديو كثيرة جدا يظهر المؤمنون المتوجهون إلى زيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في المشاية مثلا يظهرون علامات مختلفة لا بس نعادي تلك العلامات ولكن لو أظهر بعضهم هذه العلامة انتشرت انتشار الشعار شيء في اليد ممكن خصوصا شعار مثل هذا الشعار لا يحتاج إلى أن يحمل الإنسان شيئا لا يحتاج أن يصور الإنسان شيئا بيده يظهر عندما يمشي يصورونه كثير من المؤمنين رأيتم حتما شعارات مختلفة من أشهرها علامة الناصر هذا الشعار منتشر جدا في شتى المجالات حتى الدينية أظهروا هذا الشعار شعار الغدير كمثال النقطة الأولى اللم تصنع يصنع غيرك ويغزوك النقطة الثانية الشعار الذي ينتخب يلزم أن ينتخب بدقة ويروج له ترويجا كبيرا النقطة الثالثة إحدى فوائد الشعار الديني أن بهذا التصرف منك أنت عندما تبدع وتنشر شعارا دينيا تجعل الآخرين أيضا يتشجعون لأي هدف لأي سبب أذكر لكم قضية قبل سنوات السيد المرجع أدام الله ظله الشريف أطلق لشهري محرم وصفر شعار الحسين يوحدنا شعار جدا جميل بعض المؤمنين كثير من المؤمنين تفاعلوا مع هذا الشعار نشروا هذا الشعار كل بحسبه شعار محرم وصفر يحتاج إلى شعار شعار لفظي هذا الشعار كان الحسين يوحدنا شعار جميل ذا مضمون جميل وانتشر جاءت حكومة من الحكومات لأي سبب لا علي بأسبابها لأي هدف لا علي بأهدافها هدف مقدس هدف غير مقدس حسد غير حسد لأي سبب أنا لست بصدد تقييم أهدافهم أرادوا أن لا يتأخروا عن الركب فاضطروا أن يخترعوا شعارا جديدا في هذه السنة بالذات اخترعوا شعارا جديدا كي لا يتأخرون عن الركب أن تقول هدفهم مقدس قل هدفهم غير مقدس لا علي بأهدفهم الآن اخترعوا شعارا آخر قريب من شعار الحسين يوحدنا قالوا شعار الحسين يجمعنا بدل الحسين يوحدنا قالوا الحسين يجمعنا ليكون الشعار لهم وهم يروجون لهذا الشعار مع قطع النظر عن الأهداف مع قطع النظر عن الدواعي والأسباب لاختيارهم هذا الشعار واختير الشعار أنت بوقوفك بترويجك لشعار الحسيني وحدنا جعلت حكومة معينة تدخل في الميدان وتجعل شعارا حسينيا أنت خدمت هو هدفه أي شيء كان لا علي بأهدافه ولكن هذا العمل الذي عملته أنت سبب دخول حكومة طبعا الحكومة إعلامها قوي جزء من هذا الإعلام الذي يذكر كل شيء فاسد وغير فاسد خصص لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أنت السبب أنت السبب لهذا الخير عندما تطلق شعارا تشجع الآخرين يصبح تنافس تنافس مقدس أو غير مقدس تنافس مقدس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون التنافس للجنة التنافس لرضى الله سبحانه وتعالى هذا تنافس مقدس أو تنافس غير مقدس إجمالا أنت سببت أن طرف آخر دخل في الميدان بسبب تصرفاتك أنت الإيجابية بسبب صناعتك لشعار أنت أصنع الشعار روج لشعارك الآخرون يأتون الذي يريد أن ينافس تنافسا مقدسا يأتي وننافسك فالثواب لك الثوابه لك أيضا إذا كان التنافس تنافس مقدس إذا كان التنافس غير مقدس أنت أيضا سببت أنه يدخل على الأقل يطلق كلمة جميلة مع قتل نظر عن الحسن والقبح الفاعليين الفعل كان حسنا الفعل كان جميل صار تنافس في رفع اسم الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كلمة أخيرة فيما يرتبط بالشعارات هذه الكلمة أقولها بكلمة لعل لعل ربما لماذا أأتي بكلمة لعل لأنه بالفعل أن لست متأكدا مئة بالمئة من صحة هذا الذي أقول لعله من الأفضل لعل من الأفضل عدم تغيير الشعارات الدينية الجميلة إلى الشعارات دينية جميلة أخرى بل صناعة شعارات دينية أخرى يعني ماذا أمثل لكم ببعض الأمثلة شعار التطبير كلمة حيدر هذا الاسم الشريف هذا الاسم الشريف اللامع شعار جدا جميل رائع أروح من الرائع البعض صار يغير يغير هذا الشعار في مواكب التطبير إلى شعارات شعارات ثانية مثلا مثلا من أروعها من أجملها كلمة حسين بدل حيدر يقولون حسين اسم حسين اسم جميل أكثر من الجميل رائع أروع من الرائع في مجال التأثير في مجال الروعة من أروع الأسماء في مجال التأثير لا أقول من أقوى الأسماء تأثيرا أقوى اسم تأثيرا على الإطلاق هو اسم حسين تتمكن أن تأتي لي باسم آخر له تأثير في النفوس مثل اسم حسين لا تتمكن الرقم الأول في التأثير في الأسماء اسم حسين لا يستهان به من أروع الأسماء أقوى الأسماء تأثيرا ولكن الشعار للتطبير حيدر لماذا نغير هذا الشعار لعله وأكد على كلمة لعله لعله من الأفضل عدم تغيير الشعار ما دام الشعار شعار ديني جميل شعار حيدر جدا جميل لا نغير هذا الشعار شعار مثال آخر هذا المثال الذي رأيته أيضا عزاء طواريج هذا العزاء المهيب الكبير شعاره هو حسين يوجد شعار مثل هذا الشعار جدا جميل في بلاد أخرى أنا رأيت البعض كان يحاول أن يغير هذا الشعار إلى شعارات جميلة أخرى أيضا لا لا شعارات البعض يحاول أن يدخل شعارات سياسية لا علينا بهم لا لا شعارات جميلة أخرى ما الداعي شعار هذا العزاء هذا العزاء له صورة معينة ضمن هذه الصورة المعينة العزاء له طريقة معينة مشيتهم مشي معينة في بلاد مختلفة انتشر هذا الشعار هذا العزاء شعارهم هو حسين أبقى هذا الشعار لماذا تغير الشعار مثال آخر لبيك يا حسين شعار جميل نعم شعار جميل البعض من المؤمنين في حرم السيدة زينب غير هذا الشعار إلى شعار لبيك يا زينب في حرم أبي الفاضل غير الشعار إلى شعار لبيك يا عباس جدا جميلة لبيك يا زينب جدا جميل لبيك يا عباس رائع ولكن الشعار هو لبيك يا حسين الشعار المشهور هو شعار لبيك يا حسين في كل العالم عندما تريد أن تطلق هذه الكلمة أطلق هذه الكلمة لبيك يا حسين في حرم السيدة زينب أيضا قل لبيك يا حسين في حرم أبو الفضل أيضا قل لبيك يا حسين نعم من الجيد صناعة شعارات جميلة بدقة شعارات زينبية تطلقها في حرم السيدة زينب بل في كل العالم هذا شيء رائع جميل اصنع شعار زينبي آخر في حرم أبو الفاضل بل في كل العالم أطلق شعارات عباسية أبو الفضل عباس رمز شعار واحد لا يكفي شعارات وشعارات انشر شعارات عباسية لا بأس لا أقول لا بأس أحيانا يكون ذلك ضرورة مثلا في الأجواء التي حصلت لحرم السيدة زينب سلام الله عليها من الاختراق الأمني من الإرهاب الذي حصل كان من الجيد بل من الضرورة صناعة شعارات زينبية عندما تعرضت قضية السيدة الرقية سلام الله عليها لحرب كان من الجيد بل ضرورة أن تكون هناك شعارات مرتبطة بالسيدة الرقية اصنع شعارات أخرى لا تغير الشعارات الدينية أقول ذلك أيضا بكلمة لعله لعله من الأفضل من الأفضل عدم تغيير شعار جميل مشهور ما دام هذا الشعار شعار جميل وشعار مشهور لا تغير الشعار الواحد لا يكفي اصنع شعارات لا تغير هذا الشعار إلى عبارة ثانية أبقى هذا الشعار على وضعه على قوته اصنع شعارات أخرى الكلمات انتهت لا عظمة أهل البيت انتهت حاشا بدل تغيير الشعار الجميل اصنع شعارا جميلا آخر أبارك لكم ذكريات سعيدة في هذه الأيام في الأسبوع القادم ذكريان سعيدتان عظيمتان في يوم واحد ذكرى مولد شخصيتين من خيارة خلق الله سبحانه وتعالى من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ذكرى مولد سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعاله وذكرى ميلاد حفيده الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه وعاله أبارك لكم هاتان الذكريان السعيدتان العظيمتان نسأل الله سبحانه وتعالى بحق رسول الله بحق أهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام يجعلنا سائرين على طريقهم اللهم بحق محمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا اللهم بحق محمد وآل محمد رزقنا في الدنيا زيارتهم خدمتهم اتباعهم زد في قلوبنا حبهم وارزقنا في الآخرة شفاعتهم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم صلى على محمد وآل 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 محمد وآل محمدAAAAF